السلام عليكم اليوم عادي نتعرف جزء من الدرس على تحديد تغييرات دلة أو رتابة دلة عددية على مجال معين وذلك أولا بمفهوم ديلة تعريف دلة عددية على مجال ثانيا باستعمال واحد الأدات التي تسمى معدل تغيير دلة بين عددين حقيقيين من مجموعة التعريف نقوم معايا إذن كما قلنا بالنسبة المفهوم ديلة تغييرات دلة عددية أو رتابة دلة عددية على مجال معين عادي تكون في إحدى الحالات التالية فاشكا نقوله بلأن الدلة F دلة رتيبة هي إما تكون تزايدية والتعريف كالتالي نقول أن الدلة F دلة تزايدية على المجال E من مجموعة التعريف إذا كان لكل X و Y عددين حقيقيين من هذا المجال فإن الترتيب لي فيه X و Y كيف يبقى؟ كما هو نفس الترتيب بالنسبة للصور ديلة X و Y على التوالي أي أنه إذا كان مثلاً X أصغر قطعاً من Y فإن الصورة ديلة X عدد تكون أصغر من أو تساوي الصورة ديلة Y في هذه الحالة نقول أن الدلة F دلة تزايدية على المجال E في الحالة الأخرى في الحالة الخاصة إذا كان ماشي أصغر من أو يساوي يعني الصور ديلة X و Y بالدلة F يمكن أن لا تتساوى الصوراتهما في أي حالة من الحالات وذلك لكل X و Y من نقول في هذه الحالة بأن F دلة تزايدية قطعاً على المجال E هنا نأخذ مثال منحنة لدلة تزايدية قطعاً لكي نتعرفون على التأويل الهندسي أو دلة عددية تزايدية قطعاً على مجال معين وإذا أخذنا هذا المثال الذي هنا يبدو المنحنة بالأزرق وهو دلة تزايدية يوجد نقطة من المنحنة إحداثية نقطة مثلاً هو X F X وإحداثية نقطة B Y F Y نلاحظ لأن الترتيب الذي فيه X Y هو نفس الترتيب الذي فيه الصور X Y على التوالي إذا كانت Y صغر من X نلاحظ لأن الصور كما هي إلى خيرها أو ثاني إذا كانت X أصغر من Y نلاحظ لأن الصور تبقى بنفس الترتيب F X أصغر من F Y إذا كانت X أصغر من Y هذه بالنسبة للدلة التي هي تزايدية وهو يكون المنحنة على هذا الشكل منحنة سيصعد الأعلى يعني سيصعد الأعلى عندي أيضاً مفهوم الدلة التناقصية على مجال E نقول بأن F تناقصية على هذا المجال إذا كان لكل X Y من المجال E يعني الترتيب التي كان في X Y من هذا المجال صور ديالهم تقلب يعني إذا كان X أصغر من Y فإن الصور F X تولي أكبر من أو يساوي صور Y بالدلة F أكبر من أو يساوي صور Y إلى خير مثلاً إذا كان Y صغر من X أو صور ديالهم تقلب الترتيب تولي الصور Y هي من الصور X بالنسبة للقطعية نقول بأن الدلة الأبتناقصية قطعاً على المجال E إذا كان لكل X و Y من المجال E ترتيب X و Y يتقلب ولكن هذه المرة لا يمكن أن F X تساوي F Y في أي حالة من الحالات تكون أكبر قطعاً F X أكبر قطعاً من F Y إذا كان X أصغر من Y سأخذ مثال المنحنة تناقص على مجال معين في الحالة نأخذ هذه المنحنة باللون البرتقالي نأخذ هنا النقطة A و النقطة B من هذه المنحنة ستلاحظ بأن X إذا كانت أصغر من Y أصغر من X ستلاحظ بأن الصور تقلب في الترتيب F هي أكبر من F X أو إذا أخذ X أصغر من Y ستلاحظ بأن الصور تقلب F X هي أكبر من F Y تناقص بالتالي نلاحظ بأن المنحنة الدول تناقص يكون على هذا الشكل هذا كيف بأن المنحنة نازل للأسفل بالنسبة الدول تناقص هنا حالة تناقص قطعا حيث قبل لم يكن شيء حالة من الحالة لتقدر تكون X تخالف Y و لديهم نفس الصورة بالنسبة للتعريف الدلة التابعة هي الحالة بكل مساطة تكون دلة تناقص وتزايد في نفس الوقت يعني أن X أصغر أو لا أكبر من Y قطعا لا يهمني ولكن الصور قبل F X أكبر أو تساوي F Y وفي نفس لوقت أصغر من أو تساوي F Y وهذه الحالة تعطيني F X تساوي F Y إذن كنقول باللي مهما يكون X و Y مختلفين من المجال E فإن لهم نفس الصور وهذا هو التعريف للتابعة التابعة بكل ناخد المثال مبسط هنا أو عدة أمثلة منحنية منحنية الدوال ثابتة ناخد مثلا هذا المثال ناخد جوج النقاط هم جوج النقاط نلاحظ باللي أن Y و X عندهم نفس الصور في هذا الحال مثلا هو جوج صوي عندهم نفس الصور كيف كانت X و Y مختلفين من الجمعة التعريف أو المجال التي تبت عليه هذه الدالة كلما عندهم نفس صور المهم بسيفتين عامة منحنية الدوال التي تبتت لا يمكن منحنة طالع للأعلى أو لا نازل إلى الأسفل لكي يكون طالع و نازل في نص لقطة هو المنحنة الأفق في معلوم متعامدة منحنة عبارة عن مستقيم أفقي يعني المعادلة الذكرتية منحنة هذه الدوالة يكون على شكل Y يساوي عدد ثابت في هذا الحال مثلا الذي نرى هنا هو جوج Y تساوي 2 يمكن استعمله جبريا لكي نبينه على الرتبة الدوالة ولكن أيضا نستعمل واحد الخاصية مميزة باستعمل واحد العدد اللي هو مميز يسمى بمعدل التغير للدلا F على المجال E بين العددين X و Y هذا العدد بكل بساطة كان وضع F X F Y مقسومة على X Y وذلك لكل X Y مختلفين من نفس المجال E بأن سيكون مختلفين لكي لا يعطي صفر صحت المقام وهذا لا يمكن أخر نقول أن الدل F تزاوي على المجال E إذا وفقط إذا كان زعمل لكل X Y مختلف من نفس البسط والمقام يعني مثلا الترتيب X Y لتحت X Y راه هو نفس الترتيب الصور على التوالي F X F Y مختلف بكل بساطة ممكن أن نخذ X Y إذا كان تدل تزاوي ها فإن الصور تحافظ على نفس الترتيب وبالتالي البسط والمقام سيكون لهما نفس الإشارة إذن عددان مجابين على بعض إشارتهم مجابعة في الحالة اللي بقتلنا هي فين تكون الدل تناقصية فإن هذا العدد يكون عندي عدد ساليب إشارته ساليبة إلا قلنا بلأن الدل راه تناقصية فهذا يعني أن الترتيب X Y من المجال E الصور ديالهم تكون عند ترتيب آخر يعني إذا كان X أصغر من Y فإن الصور وبالتالي خارج العددين لهم إشارتين مختلفتين يكون عددا إشارته ساليبة هو الشيء المكتوب هنا عندكم في الخاصية نحاول ناخد واحد تمرينين تطبيقيين بساطة الواحد اللي نخدم عير بالتعريف مباشرة ديال الرتبة وفي التمرين الثاني نخدم بالتعريف عفوا بالخاصية ديال معدل التغير معدل التغير بين العددين X و Y اللي هو Fで X ناقص Fで Y على X ناقص ناقص Y ترجمة نانسي شكرا كان معكم الأستاذ بارك بوزيد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته